أثناء يا واضيحة لون الباران قمت هالليل قمت كبير يا لطيف كل واحد شفاها صلوا سجل لليوم من بدأت المرأة الأردنية حياكت ثوبها الخاص لا زال يشكل مصدر فخر واعتزاز إلها المدرقة هي ثوب جميل لبسته أمهاتنا وجداتنا ونساء القديمات لماذا المدرقة؟ المدرقة مش بس قماش يستر الجسد المدرقة قصة المرأة الأردنية الأصل اللغوي لكلمة مدرقة هي من الدرقة الدرقة بالشيء تستر المدرقة بيكون الاعتماد فيها على اللون الأسود وتضاف إلى الزخارف والمطرزات والإشروش المبنية على التاريخ والمعتقدات أيضا هو فطفات برافقه غطاء على الرأس وحلي من الفطة المدرقة جاءت بأنها تخفي بجمالها جسد المرأة لتكون أكثر جبالا من خلال هذا التراث ارتدت النساء في معاند الثوب الهرمزي وربما يكون الثوب المختلف وخارج إطار المدرقة الأردنية اللي تعتمد على اللون الأسود فهو ثوب مخطط بألوان البرتقالي والذهبي والأخضر وتدخل فيه الفطة على الخسر والصدر وفط فيه لمدرقة سودة بسيطة ساترة من القبة والأكمام ما بتطرز عليها ولكن في بعض الأحيان التطريز بيكون بقطبة العرجة أما في العقبة ارتدت المرأة الأردنية لفترة من الزمن لباس الوزراء بتكون من جزئين اللباس الداخلي ويسمى الجلابية وملاي لونها أسود من فوقها اللون الأسود إلى حد ما أقرب إلى الأردنية أو اللون القاتل ومن أرض الهيئة الكرك ترتدي النساء ثوب العب وأيضا الجبة الكركية وهي ثوب طويل يوضع له حزام ويررفع ليكون طبقة ومع التطور والحداث تحول زي المحافظة للمدرقة من لقماش المخمن المطرس بالخرز والبروق وقميص أحمر أو أبيض حسب عمر الفتاة جمالية الثوب الأردني من جمالية المرأة اللي صنعت هذا الثوب نكاس البيئة على الإنسان الأردني وعلى المرأة الأردنية والتي هي بالمدرقة تشكل لوحة جمالية مظهرة جدا نرى من خلالها جمال البيئة الأردنية غالبا ما يستوحى الثوب من المؤثرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مر الزمن يعني زي بتران ثوب الصلت قطبة السلسلة والعرجة من جبال مدينة الصلت ومن أدراجها وعلى طريق الصلت لقينا الخلقة الثوب المميز هو الأكثر حضور من بين الأثواب الأردنية بالإضافة إلى أن الثوب الأكبر حجماً من بين الأثواب العربية بيبلغ طول الخلقة من 18 إلى 22 درع ويدخل على اللون الأسود للخلقة ألوان الأزرق والزهر الخفيف تلبس عراسها العصبة الحمراء والمرأة الكبيرة في العمر تلبس العصبة السودة عروس الشمالة تفردت بالشر الشرب داوي وهو ثوب واسع الجبة ومطرس بألوان الجمح أو السماء مستوحى من سهول حورة مزخرف بقطبة المناجل وأكواز الرمان من الأسفل وعلى رأسها ارتدت النساء في إربد السلك الأحمر أي الشماغ الأحمر دون هدف ثوب إربد هو ثوب سهول حوران هو منسوج من القطبة المشهورة فيها إربد اللي هي بين إبرتين والمناجل وفي الغور مدرقة واسعة من الدارة وذيقة من الأكمام لتتمكن المرأة من الزراعة مطرسة بقبة تسمى بني بريتين تضاف إلها الأقراص ومطرس بالورود أما بالرمثة كانت تطريز عبارة عن أبيض أو قمحي على قماش أسود أو سكري وعلى رأسهم يتميزوا نساء الرمثة بالبشكير الألماني هذا البشكير كان يجي عن طريق الدواجين يجي من حلب ومن حلب كان يجيبوا أصلاً من ألمانيا الوسط مروراً بقلب الأردن المنطقة الوسطى مقر بدل وسط من عشائر العدوان والعجار مودعجة مثالاً واللي تسهوب الورود بأشكالها حيث استلهمت المرأة البدوية منها تفاصيل ثوبها الدلق البلقاوي وهو ثوب يتألف من قماش التوبير الدلق البلقاوي هو شباقيات هو ثوب أقدم من الخلقة السلطية بالتمتاز فيه عشائر بدل وسط هذا الثوب برضو كمان من الحرير المفرق وفيها لباس بسيط جداً وهو شرش ثوب أسود دون تطريز أسفله ثوب قطني ملون وملفع أي غطاء على الرأس أسود ثوب عجلون له قبة واسعة وقماش لون أسود مزيج من ألوان التين والورود يتطرز عبر الطارة المنزلية أو الماكينة وثوب مدينة جرش يشبه ثوب عجلون إلى أحد كبير مع اختلاف القطبة وهي قطبة الفناجيل سنذهب إلى بعض القبائل المعروف نساء قبيلة من صخر فكان الزي الأكثر شهرة هو زي نساء شيوخ القبيلة وهو ثوب حريري أسود بتطريز الحامات أو المخمل القطني مزيّم بخيوط ذهبية مطرزة بالخرز من الأمام والخلف والحواف نساء قبيلة العدوان يكون الزي مصنوع من نسيج الحرير الأسود الناعم مع تطريز غني بألوان الأحمر والأصفر المرأة الأردنية تحرص على الذهب لعاشتين للزينة ويظهر الجمال أنها تضع بعض سنان الذهب كانت النساء تقتني أنواع مختلفة من الحلي والزينة تلاقي في صندوقها الخشبي المرصع بالصدف والفضة حلي على الرقبة والإيد وحتى الأسنان هذا الصندوق فيه كل شيء من المرأة إلى المشط إلى الكحلة القطبة الأردنية مميزة وكأنها صناعة أوروبية والثوب الأردني يميزه أنه صعب الإعداد، سهل اللبس ودون حزام بالرغم من مساحة الأردن الصغيرة جغرافياً إلا أنه هناك تنوع بين الأثواب بين شمال الأردن ووسطها وجنوبها بالقرى والبوادي وبين القبائل أيضاً ترجمة نانسي قنقر